نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذيال من ناليم طيب لما نشوف بعض الأمثلة أول شي قلت لك نمام مقدار في ممتر حرارة لازم لتحويل كتلة من الجليد مقدارها 1 في 10 سنين جرام طبعا نحولها إلى كيلو جرام ودرجة حرارتها سالب 20 هذا تي اي إلى ما درجة حرارته صفر هذا تي اف ورح نحلها بنفس الطريقة اللي حلناها في المثال السابق بنفس الطريقة وهذا المثال يشابه المثال السابق بالزبط نطلبوا حلوها واشوفها في التعليقات السؤال الآن هذا سأحلو يقولك إذا سخنت عينة ماء قتلتها ودرجة حرارته 60 تي اي فأصبحت بخارا درجة حرارته 140 تي اف فما مقدار كمية الحرارة المنتصة التي ينتصتها الماء اللي هو الكيو طيب أول حاجة احنا نعرف أن التحويل رح يكون قسمة ألف بعد ما نقسم على الألف نحاول نجيب البخار حق الموية اللي هو كتلة الموية مضروبة في الحرارة الكامنة للتبخير طيب وبهذا المقدار نستطيع نحل المسألة نقول أن القانون حق التبخير نقول أن الكيو بتساوي الام مضروبة في الاتش في الام صفر اثنين كيلو جرام مضروبة في التبخير حق الموية اثنين اثنين ستة في عشرة وستة ويطلع معايا الناتج اللي هو أربعة خمسة في عشرة أس أربعة جرام خلاص طيب الحاجة الثانية أني أوجد كمية الحرارة علشان رفعنا درجة الحرارة حق الموية ونقول أن الكيو بتساوي الفرق ما بين مية وربعين وستين ويطلع معايا الناتج واحد اثنين ثلاثة أربعة لني حلف ثلاثة أرقام وحطيت هذا القيمة لحد سمي جور وحولها بالكيلو جور بالقسمة على ألف بعدين أجمع هذه مع هذه ويطلع معايا المهم خلاص نجي معه بس يطلعهم بالناتج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر